الوجبة هذه اللي تسألون عليها اللي اكلها يومين حمسة صحية او تبسي الله ما وفقه ايشي يسموه طاوة 3 غرامات زيت زيتون خليها لعشرين غرام من البصل اقلب زين حد ميت بالبصل ويمتس كل زيت زيتون اضيف شوية مي حتى يتكرمل اكرر العملية حتى احصل على هذه النتيجة بعد راح اضيف طماطة وجزر وكوسة وذنجان وفلفل البصل ابدى اقلب حتى تاخذ لون يعني تاخذ فدقتين ثلاثة حصل على هذا اللون بعدين راح اضيف عليها كوبة من الماء واكيد راح اضيف عليها البهارات اكتبتها اليكم بالتفصيل نضطيها تقريبا سبع دقائق او اقل مرات يعني حسب النار اللي يعتكم طبعا نضطيها حتى تستوي على راحتها اضبت عليها مية وخمسة وخمسة غرام صدر دجاج لانه نضمن احتياج هذه الوجبة ممكن نضيفون لحم وبيس اضف التفطر بالاخير حتى ما انسى طبعا الوصفة تكستفاكية حرفيا سعرات الحرارية بيع 365 سعرات تقريبا اكلها مع الخبس واكيد مع السفن الدايت جربوه عليكم بالعافية ان شاء الله اشتركوا في القناة